أعلن محافظة شبوى أحمد علي باحاج وقف الشركات النفطية لإنتاج النفط الخام بعد 24 ساعة على اختطاف اللجان الشعبية التابعة للأنصار لا مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك ونقلت مصادر إعلامية عن باحاج قوله إن الشركات النفطية في المحافظة أوقفت طوعيا عملها في جميع أنحاء المحافظة عصر اليوم استجابة لدعوة وجهها زعماء قبائل المحافظة احتجاجا على اختطاف بن مبارك مطالبين بسرعة إطلاق سراحه ينضم إلينا حول هذا الموضوع محافظة شبوى أحمد علي باحاج سيدة المحافظة مساء الخير مساء النور ما صحة ما نسب لكم بأن الشركات النفطية أوقفت عملها بالكامل في محافظة شبوى احتجاجا على اختطاف بن مبارك في الحقيقة الشركات النفطية هي أوقفت عملها طوعيا هناك كان احتكام شديد جدا في المحافظة من قبل يعني كل أبناء المحافظة وشخصياتها الاجتماعية وسلطتها المحلية والمسؤولين فيها وبدأت هناك تحركات قبلية للتوجه إلى الشركات النفطية لإيقافها يعني بالقوة فحاولنا تواصلنا مع هذه الكبائل والشخصيات وأبناء المحافظات بالتوقف وعدم الوصول إلى الشركات وأعطانا فرصة للتواصل مع الشركات فعلا تواصلنا مع الشركات النفطية وقلنا لهم أن هناك احتجاج شديد وأن القبائل يعني مسرين على إيقاف الانتاج يعني احتجاجا على اختطاف الدكتور حمد المبارك ونفضل بدل أن تصل القبائل إلى مواقع الشركات وربما تحصل هناك بعض المشاكل في مواقع الشركات من الأفضل أن توقف طوعا حتى نرى يعني حل لهذه الاشكالية وفعلا وفعلا لقنا استجابة من الشركات وأعلن الشركات طوعيا أنها ستوقف إنتاجها يعني من هذه الليلة طيب ماذا عن الاقتصاد الوطني الخسائر المتوقعة جرى هذا التوقيف هل أخذت بالاعتبار؟ والله طبعا الناس يعني نحن كسلطة نشعر أن هناك يعني فيه اشكالية لكن يعني الناس يعني هناك فيه تذمر كبير جدا لدى أبناء المحافظة تذمر يعني ممكن يخرجهم أحيانا لما يتذمر الشخص ممكن يؤدي أعمال أحيانا يعني تضره فحيكة يعني نحن طالبنا المواطنين أنه بعدم الوصول إلى الشركات وعدم يعني حصول أي مشاكل من نفضل بقاءهم بعيدا عن الشركات والشركات ستوقف الإنتاج سيدة المحافظة ماذا عن العودة؟ هل تقرر أي شرط لكي تعاود هذه الشركات الإنتاج؟ والله نحن نحن منتظرين يعني الشرط الأول هو إطلاق صراحة الدكتور أحمد بن مبارك لأنه حيكة كرمز وطني يعني غير عادي رجل يعني مدير مكتب رئيس الجمهورية رجل أمين عام مؤسمر الحوار الوطني رجل معروف بسلميته رجل معروف بسلميته يعني هو رجل معروف بأنه محبوب من كل الشعب اليمني تهم يعني فكان المطلب الأول هو إطلاق يعني صراحة الدكتور أحمد بن مبارك إذن الأستاذ أحمد علي بحاج محافظة محافظات شبوى شكرك جزيلا